اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنوقف ننقش اليوم موجة الهجمات التي يشهدها العراق منذ مطلع العام الحالي والتي كان اخرها الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي من يقف وراء تلك الهجمات؟ من الرسائل التي تقرأ من خلالها؟ وهل لها اي ارتباط بصراعات تشكيل الحكومة المقبلة؟ سنحاول الاجابة على هذه الاسئلة مع ظلوفنا من بغداد الخبر الامني والاستراتيجي فاضل ابو رغيف من العاصمة العراقية ايضا رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية الدكتور هاشم الكندي ويشاركنا الحوار هنا في الستوديو الاكاديمي والبحث السياسي الدكتور يحيى الكوبيسي نبدأ نقاش بحول الله بعد التقرير سلسلة من التفجيرات والهجمات الصاروخية في العراق تسبق تشكيل الحكومة واختيار رئيس جديد للبلاد بعد اقل من يومين على استهداف منزل رئيس البرلمان العراقي بالصواريخ يأتي استهداف مطار بغداد الدولي خلية الاعلام الامني قالت ان ست صواريخ كاتيوشا سقطت في المطار وتسببت باضرار لطائرتين تابعتين للخطوط العراقية كانتها رابضتين على احد المدارج واتهمت الخلية ما سمتها عصابات لا دولة الارهابية بالمسؤولية عن الهجوم مصدر امني ذكر ان السلطات ضبطت شاحنة صغيرة في قضاء ابو غريب غربي بغداد وعلى متنها منصات الصواريخ التي استهدفت المطار بعد ورود بلاغ من الاهالي عن انطلاق الصواريخ من منطقتهم في حين لا تزال القوات الامنية تجري عمليات بحث واسعة للوصول الى منفذ الهجوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم اعتبر ان القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد يهدف لتقويض سمعة بلاده متواعدا برد حاسم داعيا دول العالم لعدم فرض قيود على السفر والتنقل الى العراق فما مؤشرات سلسلة الاحداث الامنية في العراق قبيل اختيار رئيس وحكومة جديدين وهل تؤثر تلك الاحداث على المسار السياسي في البلاد ايهم سلمان لبرنامج ولانا وقفة تي ارتي عربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ابدأ نقاشة معك ضيفي استاذ ابو رغيف هل يعني ما تقيومك لهذه الهجمات المتتالية التي تقع في العراق هل تتشابه هل تحمل بصمة منفذ واحد ما رأيك نعم بدءا سيدنا مديحة تحية طيبة لك ولضيفيك ابرا الاثير وفي الستوديو جناب الدكتور والي الاخ الدكتور هاشن يعني اولا الدكتور الكبيسي عفوا يعني اولا هذه الهجمة يعني اولا هي خلنتفق انه هي هجمة ارهابية جنائية اجرامية وتحمل بصمات قد تكون متفاوتة لانها اولا استخدمت فيها صواريخ كاتيوشة ذات الدقة المبعثرة وانما يوراد منها لارباك المشهد العام والمناخ العام وخلط الاوراق وارباك المشهد الامني وطبعا هذا يؤثر على العراق هذه الضربة قطعا تؤثر على سمعة العراق الدولية والعالمية والاقليمية ومن شأنها ان تعبث بامن البلاد ومن شأنها ان تدخل البلاد في اتون مرحلة مرحلة الصراع جديدة هسا البعض قد يعتقد ان هذه الهجمة نفذت او تمت على هامش تداعيات الانسدادات السياسية والانغلاقات التي تشهدها الساحة السياسية بين فينة واخرى اقول كل التنظيمات الراديكالية المتطرفة تحاول ان تستغل اي ثغرة واي منطقة رخوة واي انسداد سياسي واي احتقان في الوضع السياسي على المسرح تشكيل الحكومة المقبلة بين طياتها انتهاء ما يسمى بالكتلة الاكبر وقرار المحكمة الاتحادية الذي اسفر عن قول الفصل فيما يتعلق باعتبار الجلسة التي عقدت وهي الجلسة الاولى جلسة الصحيحة ودستورية وقانونية كل هذه التداعيات نجمعها في ظفيرة واحدة ونقول ان ما حدث من استهداف لمطار بغضات انما هو جاء اطلاق المشاكل تريد اصحاب هذه البصمات او الهجمات يريدون ارباك المشهد الامني في العراق وخلط الاوراق برأيك من الذي يريد ان يخلط الاوراق في العراق هل الحكومة تعرف من وراء ذلك تعرف المنفذ يعني انا في تقديراتي الاجزة الاستخبارية نعم تعرف ذلك وتعي ذلك كمليا لكن في بعض الاحيان قد تلوذ هي بالصمت لاعتبارات عدم اثارة المفسدة وعدم اثارة الجلبة وعدم التصريح وانما الاكتفاء بالتلويح لان كم من تلويح خير من التصريح لان التصريح قد يؤدي الى ازمات تكتفي بالتلويح لكن رئيس الوزراء العراقي يقول سيرد بشكل حاسم على هذه العمليات كيف سيكون ذلك فيتم الرد على الاعتداء على منزل رئيس الوزراء وعلى منزل رئيس البرلمان وعلى الاعتداءات السابقة التي طارت منشآت حيوية ومؤسسات غربية وبعثات دبلوماسية وهيئات غربية وعلى منطقة الجرينزون بين فينا واخرى وفتح ابواب نتائج التحقيق على مصاريعها في لجان السابقة قد تناهز بضع عشرات هذه اللجان من بينها عمليات تفجير من بينها اقتحام خاطئ من بينها ما جرى في مجزرة جبله من بينها ما جرى في مجزرة دياله دائما حينما يتم تسويق الأمور على نحو التهدئة يتم تشكيل لجنة وهذه اللجنة سرعانة ما تنطفئ جذوتها وتنكسر شذوتها فيما يتعلق بفقط عملية مرور الأيام لأن الأيام دائما هي تتكفل بأن تجعل الذاكرة ذاكرة نساء باكرة سمكية لذلك أعتقد أن أنا الأوان سعدك الأوان للوقوف جليا ومليا على المنفذين أو اللوذين يقفون خلف هذه العملية دكتور هاشم الكندي سواء تفجير بغداد الأخير أو التفجيرات السابقة وجه فيها الاتهام تلميحا أو بشكل مباشر من طرف سياسيين أو من طرف محللين إلى ما سموه بميليشيات الحاشد وليس لداعش ما رأي لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم وليضيوفكم الأكارم التفجيرات هي كانت مرحلة لاحقة لأعمال إرهابية قد بدأت منذ بداية هذا الشهر وما قبله هذا الأمر ترافق مع استحقاق تنفيذ الانسحاب الأمريكي الذي لم يريدهم الأمريكان وأعلن أكثر من قائد أمريكي بأنهم لن يكرروا خطأ الانسحاب وأنهم باقون هم حاولوا تغيير المسمى وبقى هذه القوات وأيضا هذا الأمر كان مرفوض على مستوى الأطراف العراقية التي تريد السيادة وترفض وجود القوات الأمريكية الأمريكان أيضا عملوا بجانب آخر نعم يعني حسب رأيك نعم الأمر مرتبط بالانسحاب الأمريكي نعم نعم هذا جزء مننا والتدخل الأمريكي بالانتخابات وأطراف أخرى أيضا قريبة للأمريكان تدخلوا في الانتخابات زوروها لإخراجها بهذه النتائج لأطراف لا تحرص على خروج الأمريكان ولا تطالب بأمور السيادة كأولوية دائمة والآن بعد الحراك السياسي الذي صدر وخرج هذه الأطراف دائما ما تحاول أن توجه الاتهام في محاولة لخلط الأوراق لقيام بهكذا أعمال هي ذهبت إلى استهداف مقرات حزبية بعد انطلق البرلمان وأيضا استهدفت بعض الشخصيات ودائما ما بعد الاستهداف تحضر الاتهامات تكون جاهزة للطرف الآخر وأيضا تتوجه الاتهامات من الماكنة الإعلامية المرتبطة بها هنا مسؤولية الدولة في أن تكشف من هي غير بعيدا عن عن اتهام الحشد من هي الأطراف التي يمكن اتهامهم لا أولا هو اتهام الحشد هو مصلحة أمريكية وعداء الحشد من قبل أمريكان أمر معروف لأنه أفشر مخططاتهم هناك أطراف تتهم خصوم سياسيين هذا الذي يحدث الآن الاتهامات لخصوم سياسيين لأنهم لا يرضون بمشروع الإقصاء والدكتاتورية التي تريد أن تقصي بعض الأطراف وتجعل التفرض بالحكم لمجموعة معينة حتى لو كان بالعنوان الديمقراطي ولهذا هذه الأطرافية التي اليوم تطلق الاتهامات لأطراف هي مشاركة في العملية السياسية منذ انطلاقها إلى يومنا هذا فبالتالي هو أمر مدروس للتسقط السياسي وأنا أقول وهذه قاعدة معروفة جدا عندما يغيب الجاني فلنسأل عن المستفيد ما مصلحة هذه الجهات أن تقوم بهذه الأعمال لكن مصلحة التي يشوهها ويطلق عليها الاتهامات في سبيل التصعيد السياسي وأيضا في سبيل الإبعاد وتكريس ما يريده من إقصاء لهم وهذا الأمر يتوافق مع المخطط الذي يذهب له الأمريكان وبالتالي اليوم هذه لا بد أن تواجه هذه الأعمال الأرهابية التي تستهدف أمن العراق وتستهدف الفتنة وخلط الأوراق لا بد أن تستهدف بشكل مباشر من قبل الدولة والحكومة بمسؤوليات مباشرة لتكشف عن الجاني أما السكوت عنه فهذا تورط وأيضا توريط في ما يريده الأمريكان من المخططات دكتور الكوبيسي برايك من يريد أن يخلط الأوراق في العراق ما الرسائل التي تبعث بها هذه الجهات المسؤولة عن الهجمات سواء المطار أو سابق الهجمات يعني بداية المساء الخير إليك ولمشاهدي قناة TRT ولي ضيفيك الكريمين الأستاذ فاضل أبرغيف والدكتور خاشم الكنبي يعني الحقيقة الأمر لا يحتاج إلى كثير من التأمل التأمل يعني راجعي البيانات الرسمية راجعي خطاب المحللين السياسيين ستكتشفين أن الجميع يعرف من هو الجاني يعني كل الخطابات الرسمية لو حللتيها ستكتشفين متى تكون داعش هي الفاعل ومتى يكون طرف آخر هو الفاعل من هو هذا الطرف؟ اللغة تختلف من؟ التوصيفات تختلف من يقوم بهذه هي ميليشيات تمتلك غطاء رسمي ميليشيات محصنة أن تجبل قادرة على الحركة بسلاحها بصواريخها في الوقت الذي تريده وأن تستهدف الهدف الذي تريده لا إمكانية لداعش القيام بمثل هذه العملية لا إمكانية لأي طرف آخر غير محصن أن يقوم بهذه العملية وبالتالي كما قلت الأمر لا يحتاج إلى كثير من التفكير راجعي البيانات الحكومية لن تجده يتحدث عن إرهابيين مطلقاً يعني حتى بيان السيد رئيس الوزراء تحدث عن المجنمين سابقاً كانوا يستخدمون تعبير الخارجيين عن القانون وبالتالي هذه توصيفات تذهب إلى طرف محدد طيب هذا الطرف المحدد لماذا لا يتم تسميته اليوم؟ لأنه لا أحد يجرؤ على تسميته هو طرف رسمي طرف يمتلك غطاء سياسي والأخطر أنه يمتلك غطاء مجتمعي وبالتالي لا أحد يجرؤ على تسميته بشكل صريح الأخطر من هذا أنه ما معنى لا أحد يجرؤ؟ يعني هل الحكومة اليوم تملك معلومات عن هذه الجهات؟ ولا تبصح عن المعلومات؟ بالتأكيد يعني الأستاذ فاضل أبو رغيف هو قريب من الدوائر الرسمية قريب من الدوائر الأمنية هو قال لك بشكل صريح التلميح بدل التصريح التلميح لأنه لا أحد يجرؤ على التصريح لا أحد يستطيع أن يقول أنه كتاب حزب الله على سبيل المثال هي وراء هذه الأفعال أو أنه الفصيل الفلاني أو الميليشيا الفلاني الفلانية هي المسؤولة عن هذه الأفعال كل الأمليات التي جرت منذ شهر خمسة 2019 عندما بدأنا بموجة الاستهدافات أنا كتبت وقلت أنه هذه رسائل سياسية كانت رسائل سياسية في سياق الصراع الأمريكي الإيراني في العراق اليوم بعد نتائج الانتخابات نحن أمام رسائل سياسية ترسلها نفس الأطراط تريد أن تقول نحن طرف مسلح ولن نسمع بأن نكون خارج اللعبة لاحظي طبيعة الهدف طبيعة السلاح المستخدم حجم المتفجرات المستخدم هذا ليس بهدف إيقاع خسائر يعني لاحظي الهدف الذي خلفك بالصورة الطائرة مجرد الثقب لأنه ثقل المقذوف هو الذي عملها وليس التفجير لأنه ليس الغاية إحداث تفجير أو إحداث خسائر حقيقية الغاية هو إرسال رسائل سياسية عبر الكاتيوشا مر في إطار الصراع الأمريكي الإيراني في العراق ومر في إطار الصراع على تشكيل الحكومة في العراق هناك أطراف تريد أن توصل رسالة واضحة وصريحة نحن حملت السلاح لا أحد يستطيع أن يفرض شروط علينا السلاح هو الذي يفرض شروطه في النهاية والجميع يعرف بهذه الحقيقة ولكن لا أحد يجرؤ على الباحث قلت أن لا تجرؤ والحكومة الآن تخاف من هذه الجهة يعني ليس الحكومة تخاف يعني بالنهاية الحكومة جاءت بتصويق هؤلاء يعني نحن نتحدث هنا عن طرف له تمثيل سياسي له ثقل سياسي وبالتالي لا أحد يفرض الذي لا يجرؤ على اتهام هذه الجهة هو أضعف منها اليوم كما قلت هناك تواطئ جماعي على عدم التصريح بهذه الجهة طيب واضح أعود لك أستاذ أبو رغيف يعني كثير من الخبراء والمحلنين قالوا أن كل التفجيرات التي وقعت مؤخرا هي سياسية وليست إرهابية كما ذكرت أنت من قبل هل تصنيفات إرهابية تطلق في العراق فقط على هجمات داعش لا طبعا سيدة مديحة هو كل عمل يروع فيه المدني والمواطن والجماعة يعد عملا إرهابيا أنت ذكرت قلتها سابقا أن المجلس الأمن والأمم المتحدة إلى الآن نعم يعني لم ي للآن المجتمع الدولي لم يتوصل ولم يتفق على صفة واحدة لتسمية مفهوم الإرهاب الإرهاب يعني هو مصطلح إصطلاحي وليس بلاغي لو رجعنا إلى البلاغي حتى المجامع الإرهابية تستدل تقول نحن نتشرف أن نكون إرهابية تصنيفات الحكومة الداخل العراقي يعني نعم يعني هو الأولى الحكومة لم تصنف هذه الضربات التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية والبعثات الدولماسية سابقا بأنها بأن هذه العمل التي تقوم به هذه الجماعة دون غيرها على أنه إرهابي لأول مرة خلية الإعلام يعني تصارح وتكاشف بطريقة شفافة وتقول أن هذا العمل هو عمل إرهابي واللافت أيضا للنظر أن الجميع يعني المرة السابقة الضربة الأخيرة كان هناك استنكار في أحد المرات حتى من الخارجية الإيرانية وهذه المرة الاستنكار صدر من الإطار التنسيقي صدر من قيادات واضحة يعني هناك يعني علينا أن نقسم أن الحشد مؤسسة دستورية قانونية تتبع إلى القائد العام القوات المسلحة والجماعات المتطرفة هي جماعات خارج سياق الحشد والميليشيات هي مجامع هي الأخرى لا تنتمي بأي صورة إدارية أو مالية أو دستورية قانونية إلى الحشد وبالتالي يعني علينا أن نصندف أن نفرز متى تكون لدينا قدرة الفرز عندها تكون لدينا قابلية التشخيص والتشخيص هذه المرة إذا أتى من مؤسسة إعلامية متمثلة بقية عمليات المشتركة على نحو التفصيل والدراية يكون الوصف الدقيق على نحو التبيان لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى مكاشفة أننا بحاجة إلى مصارحة وهذه المكاشفة والمصارحة لا تأتي يعني على حين غره قطعا هي ستأتي نتيجة حوار معمق نتيجة تفاهمات معمقة نتيجة توصل إلى حلول ناجعة وأعتقد اليوم كان هناك بيان للسيد عمار الحكيم والسيد حيدر العبادي والإطالة التنسيقي ولجماعات قيادية هي الأخرى يعني كانت هناك كأنما لغة غمز ولمز تطالها على أنها هي التي تقف خلف هذه العمليات لكن اليوم البيانات جاءت متسقة لتثبيت بث روح الطمأنينة من إبعاد شبهة هذه الضربات إليها دكتور هاشم الكندي قبل أيام حذر زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر من تعرض شركائه للتهديد قائلا لن نسمح لأحد كائنا من كان بأن يهدد شركائنا أو يهدد السلم الأهلي وإن الحكومة القادمة حكومة قانون برأيك إلى أين ستقود هذه الهجمات العراق؟ هذا التفريح هو تفريح سياسي وأيضا هو جزء من الصراع الآن على مثل تشكيل الحكومة ومنهجية الإقصاء التي تتبناها الأطراف التي تحالفت بالجلسة الأولى للبرلمان التي كان عليها اعتراضات لعدم الدستورية ولعدم القانونية وأيضا هذه الأطراف لها مصالح مع جهات اليوم رسمية مع شخصيات مثل رئيس الحكومة الذي يريد أن يعود الكاظمي إلى رئاسة الوزراء بدعم هذه الأطراف التي اجتمعت في الجلسة الأولى وأيضا هو يعرف جيدا بموقف معلم بأن الإطار التنسيقي يرفضه لأداء السابق والحالي ولهذا الاتهامات جاهزة ضمن التسقيق السياسي ولأن النتائج لم تقرج ولا يوجد أي دليل ثم حتى مسألة هذه الضربة الجديدة الجميع يعلم أن الكاتيوشي تمتلكها أطراف عديدة جدا داعش أيضا يمتلك كاتيوشي ولماذا لا يوجه على الأقل باحتمال واحد أن هذا العمل يكون من الأعمال التي تنفذها داعش بتحريكات أمريكية كما جرى استهداف الجيش العراقي في ديالة في كاركوك وفي أماكن أخرى أمر آخر أنه ليس من تاريخ المقاومة والفصائل قلت داعش يملك صواريخ كاتيوشا كذلك دكتور هاشم ولكن هل يتواجد داعش في منطقة البوغير؟ نعم ولا كذلك لم تترك المقاومة لا تترك صواريخ ولا تصيب هكذا أهداف مدنية هي كانت قادرة حتى عندما كان الرئيس الأمريكي وقيادات أمريكية تتواجد في المطار المقاومة الإسلامية لم تستهدف المطارات حتى بوجود هذه الأهداف الكبيرة لأنها تحترم سيادة العراق وتحترم أمن المواطني المدنيين ولكن هذا الذي يجري كما قلت وأعود وأكرر بأنه خلط الأوراق واستهداف سياسي والدليل وحضور الاتهامات مباشرة لطرف معين في سبيل الاستفراد والذهاب بسرقة العراق سياسيا طيب الوقت يدهمني دكتور هاشم أكرر سؤالي لو سمعت هل داعش موجود في منطقة أبو غريب؟ هذه يعرفوها ضيوفك جيدا أنه أساسا هذه المنطقة هي لم تكن في يوم من الأيام عمل لعمل المقاومة أو الفصائل التي تتهم الآن بهذا الشيء نعم داعش متواجدة في هذه المناطق ولها حواضن والجغرافية داعش وانتشارها نعم موجودة بشكل كامل بل أنه أعمال المقاومة والفصائل لم تكن موجودة في هذه المنطقة بشكل كامل طيلة الفترة الماضية طيب دكتور يحيي الكوبيسي ما رأيك فيما قاله ضيفي هاشم الكندي؟ يعني الأستاذ هاشم قال في البداية أنه لهذه الهجوم ربما ارتباط بالانسحاب الأمريكي من العراق ما علاقة داعش بالانسحاب الأمريكي من العراق يعني في النهاية الجميع في العراق الجميع يعرف من وراء هذه الاستهدافات والجميع يعلم أنها مجرد رسائل سياسية وليس يعني الغاية منها غاية عسكرية يعني هذا واضح حتى طبيعة التفجير يعني طبيعة الهدف مكان الهدف إلى آخره الأخطر من هذا هو ما أسميه دائما بقدرة المحصنين على الحركة ليس من السهولة أن تتحرك بصواريخ كاتيوشا قواعد كاتيوشا في مناطق يعني مؤمنة بشكل كامل من يستطيع أن يتحرك هو المحصن هو الذي لا يفتش هو الذي لا توقفه أي سيطرة عسكرية والجميع يعرف من المقصود بذلك لهذا أنا أعتقد هناك مشكلة أكثر تعقيدا من مشكلة هذه الاستهدافات المشكلة هي السؤال هل تلتزم عمليا هذه الميليشيات بالقواعد التي تضعها الدولة بالتأكيد لا يعني الجميع يعرف أستاذ فاضل أبرغيف يعرف دكتور هاشم يعرف أنه في حال حركة أي قطعة مسلحة أو حركة أي سلاح داخل المدن هناك سياقات عسكرية يعني تعرف متى يتحرك الطريق الذي يستحرك فيه إلى آخره دائما ما تكون الاختراقات عندما تستطيع مجاميع مسلحة تمتلك غطاء رسمي بالحركة في مناطق مؤمنة كاملا ثم تقوم بعملياتها وتنسحها بشكل آمن تماما الأخطر من هذا كما قلت لك طبيعة البيانات العسكرية طبيعة التوصيفات حتى اللي يستخدمها الدكتور هاشم الكندي لحظة يعني حتى التوصيفات تشي بمن يقف وراء هذه العمليات نحن أمام رسائل سياسية متعلقة بتشكيل الحكومة المسلحون يقولون لا حكومة من دوننا سنفرض شروطنا عبر السلاح إذا لم نستطع عبر القوضة حسب ما تفضلت به المرحلة القادمة هي مرحلة لا يمكن خلالها بناء معادلة سياسية بدون الطرف المسؤول عن الهجمات اليوم هذا ما أقوله منذ نهاية الانتخابات لن يستطيع أحد أن يبعد المسلحين عن الحكومة خرافة الحكومة الأغلبية مجرد خرافة للاستهلاك المحلي والغرض منها هو رفع سقف المفاوضات الجميع يريد أن يشترك المسلحون بهذه الحكومة وعزل طرف واحد هو طرف غير مسلح بالنهاية ما يراد عمليا هو عزل دولة القانون وهي طرف غير مسلح وإشراك كل المسلحين في الحكومة نقطة راس الصفر واضح شكرا جزيلا لك الأكاديمية البحث السياسي دكتور يحيى الكبيسي الشكر لضيفي من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف والشكر كذلك لضيفي من العاصمة العراقية رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية دكتور هاشم الكندي الشكر موصولكم مشاهدينا شكرا على طيب المتابعة نلتقي في حلقة جديدة بحول الله في أمام الله اشتركوا في القناة